شبكات التواصل الاجتماعي طبعا كل شبكة لها جمهورة يعني الجمهور الفيسبوك ليس بالضرورة هو نفسه جمهور تويتر وليس بالضرورة هو نفسه جمهور اليوتيوب والسنابشات كذلك فالواحد لما يحاول يوفق بين كل هؤلاء و بين كل هالمواقع و شبكات التواصل يتعب حقيقة لانه مثلا في السنابشات جمهور سنابشات زعلان مني ليش صرت تركز وتتكلم اكثر في اليوتيوب اكثر من السنابشات وهكذا ومع اني قدر الامكان بحاول اني اوفق بين تويتر بين فيسبوك بين انستجرام ومختلف هالشبكات قدر الامكان ورضا الجمهور طبعا غاية لا تدرك لكن قدر الامكان منحاول انه التركيز في كل وسيلة من هالوسائل على المواضيع اللي من خلالها يعني يتم توصيل الفكرة والفكرة اللي راح نحكي عنها اليوم في هالحلقة تحديدا مسابقات الكأس هنا في انجلترا والحديث عن الاختلاف الانظمة بالنسبة لمسابقتين الكأس في الكرة الانجليزية طبعا هنا في انجلترا تختلف انظمة ولوائح مسابقتين الكأس عن غيرها من البطولات الكأس الاخرى في خارج انجلترا وراح اتكلم عن هذا الموضوع بشكل سريع وواضح لتفادي اللبس لانه هذه المسألة تحدث بعض الارباك او الاشكال عنده بعض الجماهير خاصة في مسألة احتساب او افضلية الهدف خارج الديار او خارج القواعد في ملعب الفريق الخاص حتى بكأس الاتحاد الانجليزي هذه الكأس اللي حاضرة معي كضيف شرف في هذه الحلقة كأس الاتحاد الانجليزي اللي كرة القدم اقدم بطولات العالم على الاطلاق البطولة اللي تحظى بعادات وتقاليد تختلف عن اي بطولة اخرى هنا في انجلترا للجماهير للاندية للجميع وهي الثانية في سلم الاولويات لمختلف الاندية بالنسبة لمسابقات الموسم يصل عدد الاندية المشارك فيها الى 736 نادية او اكثر يعني متخيلين العدد يعني يسمح للاندية من الفئة الاولى الى الفئة العاشرة بالمشاركة في هذه البطولة ادوارها التمهيدية تنطلق حتى قبل انطلاق مباراة البرمير ليغ مشار اغسطس بداية الموسم بشكل مباشر للادوار التمهيدية في هذه البطولة اللي تلعب بنظام خروج المغلوب طبعا الاندية البريم ليغ تبدأ مشاركة فيها او بدأت المشاركة فيها ابتداء من دورها الثالث الدور الثالث اللي انطلق نهاية الاسبوع الماضي وحصر فيه مفاجآت طبعا مفاجآت حاضرة في كل موسم من هذه البطولة ابرز مفاجآت الموسم هذا خروج ارسنال امام نوتينغام فوريست برباعية ارسنال خرج وهو ارسنفينغر للمرة الاولى يخرج من هذا الدور منذ ان استلم تدريب ارسنال وارسنفينغر هو اكثر مدرب حقق لقب او رفع هذه الكأس بالمناسبة ارسنفينغر هو اكثر من رفع هذه الكأس يصل الى خروج مخيب للامال وهو الحامل اللقب في نسخة الموسم الماضي لو تذكروا عندما فاز على تشيلسي في المباراة الاخيرة في الموسم الماضي في ومبلي طبعا هذه البطولة مسابقة كأس الاتحاد الانجليزي تلعب بنظام خروج المغلوبة في حال فوز احد الفريقين يتأهل مباشرة الى الدور التالي لكن في حال التعادل يتم اللجوء للعب مباراة اعادة في ملعب الفريق الزائر ومثال على ذلك تشيلسي تعادل هو ونوريتش سيتي في مباراة نهاية الاسبوع الماضي مباراة الدور الثالث لهذه البطولة وبالتالي كانت المباراة في ملعب نوريتش ملعب الكارورود يتم لعب مباراة اعادة في ملعب ستانفورد بريتش لحسم بطاقة العبور الى الدور الرابع من هذه البطولة هل يطبق نظام افضلية الهدف خارج ملعبك في هذه الحالة يعني لو سجل نوريتش سيتي في ملعب ستانفورد بريتش هل يمنح له الافضلية لا لماذا هذا لانه هذه مش مباراة اياب هذه مباراة اعادة تسمى مباراة اعادة وليست مباراة اياب للمباراة الاولى وبالتالي لا يطبق هنا نظام افضلية الهدف في ملعب الخصم يعني لو تعادل الفريقين في مباراة ستانفورد بريتش السبوع الجاي يوم الاربعاء واحد واحد مثلا او اثنين اثنين او اي تعادل يتم اللجوء لاشواط اضافية استمرار التعادل الى ركلات ترجيح سابقا كان يطبق هذا النظام على مختلف الادوار لغاية الدور نصف نهائي تلعب مباراة النصف نهائي في ملعب محايد غالبا ملعب ومبلي ويتأهل الفائز من مبارتين نصف نهائي الى النهائي مباشرة في حال التعادل طبعا اشواط اضافية وركلات ترجيح لكن في الموسم الماضي طرأ تعديل على هذا القرار الا وهو الغاء مباريات الاعادة ابتداء من الدور ربع النهائي اذا بدءا من الدور ربع النهائي لوجود لمباريات اعادة والتعادل يعني اشواط اضافية وركلات ترجيح وهذا الامر قلص من عدد المباريات المحتملة في الادوار الاخيرة من هذه البطولة وبالتالي تخفيف الضغط على اندية المشاركة اوروبيا وايضا على اللاعبين المنتخب الوطني اللي عندهم مشاركات مثلا مع المنتخب في نهاية الموسم وما الى ذلك ومنها كأس العالم طبعا في صيف هذا العام هذا القانون يعني شوية شوية قاعدين يحاولوا الاتحاد الانجليزي يجدوا بعض الحلول تخفيف عدد المباريات لانه انتقدت كثيرا يعني في عدد كبير مدربين انتقد هذا النظام نظام لعب مباريات الاعادة وتكبيد الاندية مباريات اضافية في اجندتها المزدحمة خلال الموسم يعني مثلا تشيلسي حيلعب مباراة اضافية عن غيره من الاندية لانه تعادل مع نوريج سيتي واذا ما تعادل في الدور القادم ايضا سيلعب في الدور الرابع مباراة اعادة اذا ما واصل في هذه البطولة والامر ينطبق على مختلف الاندية التي ذهبت طبعا هذا الامر او هذا القرار ربما قد لا يرضي الاندية الاصغر الاندية الصغيرة اللي تبحث عن مثل هذه المباريات لانه مباريات الاعادة بالنسبة لاندية صغيرة تعني الكثير يعني تعني عائد مادي اضافي لها لانه المباراة الاعادة تعطيها مثلا حقوق نقل تلفزيوني ومالذلك مثلا فليت وود تاون هذا الفريق تعادل مع ليستر سيتي في مباراة الدور التالت وبالتالي حيلعب مباراة اعادة ايضا لسبوع القادم في كينغ باور ستيديم هذا فريق صغير من درجات دنيا يعني من درجات ادنى فهيعطي عائد مادي جيد لانه مباراته القادمة ايضا ستنقل تلفزيونيا وهذا الامر يمنح جمهور الفريق ايضا فرصة الاحتكاك باندية البريمير ليغ وزيارة ملاعب البريمير ليغ وما الى ذلك وهذا الامر يمثل حافز كبير للاندية الصغيرة ان تصل الى ما هو ابعد من الادوار الاولى على الاقل تلعب للتعادل لتحصل على مباراة اعادة في ملاعب اندية البريمير ليغ مسابقة الكأس الثانية هي كأس رابطة المحترفين هذه الكأس هنا ويطلق عليها هذا الموسم الكاراباو كب نظرا لان الشركة الراعية لها هذا الموسم هي شركة مشروبات الطاقة كارابا وبالتالي تسمى كاراباو كب يعني في سنة بسنين سموها كأس الحليب لانه كان في شركة حليب راعي لهذه البطولة اللي تعد بطولة الكأس الثانية اللي وصلت الى ادوارها الاخيرة طبعا في هذا الموسم هذه البطولة تلعب بنظام خروج المغلوب ما فيها مباراة اعادة وفي حال التعادل طبعا يتم لجوء لشواط اضافية وركلات ترجيح باستثناء مبارتي نصف النهائي في نصف النهائي يتم اللعب مبارتي ذهاب وإياب لكن نظامهم ليس كنظام مباريات الذهاب والإياب في مثلا في الشامبينز ليغ الامور تختلف في هذه المسابقة في مبارتي نصف النهائي لهذه البطولة بطولة كأس الرابطة يتم النظر لمجموع اهداف مبارتي الذهاب والإياب الوقت الاصلي لمبارتي الذهاب والإياب في حال التعادل يتم اللجوء لاشواط اضافية يعني لا يحتسب أفضلية الهدف خارج الديار في الوقت الاصلي لهتين المبارتين خلنأخذ مثال يقرب الصورة تشيلسي وارسنال تعادلوا صفر صفر في السامفو بريج مباراة الذهاب هيلعبوا اسبوع الجاي مباراة الاياب في ملعب الإمارات والنفرض ان انتهى الشوط الاصلي الأشواط الوقت الاصلي بعد مباراة ملعب الإمارات التسعين دقيقة في ملعب الإمارات انتهت صفر واحد واحد اوكي الان تعادل مجموع الاهداف واحد واحد بغض النظر مين سجل وين هذا التعادل يود الفريقين لأشواط اضافية اوكي اشواط اضافية يعني انسوا موضوع افضلية الهدف خارج الديار بعد نهاية الوقت الاصلي طالما في تعادل بالهداف يتم لعب اشواط اضافية بعد نهاية مباراة العودة مباراة الامارات ملعب الامارات اذا انتهت الاشواط الاضافية بذات النتيجة بنتيجة واحد واحد مثلا ساعتها يتم احتساب افضلية الهدف خارج الديار لصالح تشيلسي لانه تشيلسي سجل في ملعب الامارات اوكي وحافظ عليه شباكه نظيفة في ملعبه في سانفور بريتش في حال فوز احد الفريقين في الاشواط الاضافية خلاص يتأهل لكن في حال التعادل يتم الاحتساب اللجوء لأفضلية الهدف خارج الديار طبعا بعد الوقت الاضافي اوكي بعد الوقت الاضافي فقط في نهاية الوقت الاضافي هذا هو نظام بطولة كأس الرابطة ارجو ان تكون الصورة وصلت بتفاصيلها علشان الاسئلة كانت كثيرة جدا حول هذا الامر ورح اتطرق لهذا الموضوع ان شاء الله في مختلف وسائل التواصل لما تقرب مباراة ارسنال و تشيلسي في لقاء العودة بينهما مختلف الأندية من مختلف الفئات ارسنال ماذا افعل انا اقرب انظر مجرس مرحب اولي احب اولي احب اولي احب اولي احب اولي احب احب اهيا هلو احب احب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر